كيماوي كيماوي شهر أغسطس من العام الماضي في ذلك الوقت تواترت أنباء عن هجوم كيماوي اتهمت القوات السورية بتنفيذه بالقرب من العاصمة دمشق شاهدوا عيان أو لنقل ضحية نجت من ذلك الهجوم يروي ما يتذكره والتقارير الدولية تسجل بعدها بشهر قرر دمشق الانضمام إلى معاهدة حظر السلاح الكيماوي معلنة موافقتها على فتح أبوابها السرية أمام فريق دولي لتدمير ما أخفته لعقود أشهر طويلة والعالم يرعقب والكاميرات ترصد وتسجل ما يتسنى لها في حين تبقى الكثير من التفاصيل طير كتما من الضروري التأكد من التخلص من كل المواد الكيموية لسببين أولا لضمان عدم وقوعها في الأياد الخطأ وثانيا الأوضاع الأمنية المتدهورة تتطلب من سوريا العمل بشكل فعال على التخلص منها وضمان حدوث ذلك بأسرع وقت ممكن لم يكن توقيت المؤتمر الصحفي الذي عقدته المسؤولة الدولية من دمشق عبثيا كاخ خرجت وفي جعبتها أرقام جديدة أرقام تثني أولا على تعاون دمشق بتدمير أكثر من 92% من مخزونها الكيموية وتطالبها ثانيا بضرورة الإسرع في نقل ما تبقى إلى خارج البلاد مع التأكيد على أن نسبة صغيرة سيتم التخلص منها داخل سوريا النسبة التي تبقى عصية على الحل لا تتجاوز الثمانية في المئة رقم ضئيل إلا أنه يبدو كبيرا أمام المشهد العام فوفق الاتفاق الدولي تعهدت دمشق بإنجاز المرحلة الأولى من عملية النقل بحلول نهاية العام الماضي على أن تتبعها المرحلة الثانية في شهر فبراير شهر أبريل كان موعدا لإتمام عملية النقل ويبقى الموعد النهائي الموقع بين دمشق والمجتمع الدولي لتدمير المخزون الكيموي مقرونا بنهاية شهر يونيو المقبل حتى ذلك الحين ستستمر المهمة الدولية التعاون السوري بند يؤكد عليه خبراء التدمير دون أن ينسوا التأكيد على استحالة وصولهم إلى الآن إلى 12 موقعا والتدهور الأمني بند يؤكده الطرفان أيضا وتستند دمشق عليه في تبريرها لأي تأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر